المدير المالي سابقا في نادي الزمالك شرح نسبيا الوضع المالي داخل نادي الزمالك ازاي في هذه المرحلة على مستوى الوضع المالي فأكيد الوضع المالي هيؤثر في فكرة معسكر نادي الزمالك الاعدادي على مستوى فريق الكرة للموسم الجديد وبسبب هذه الازمة المالية الحالية فالمعسكر بينما بيرامدز هيكون في امطاليا في تركيا بينما الاهلي هيكون في النمسا في فيينا فالزمالك سيكون في مدينة السادس من اكتوبر ده اقرب الاحتمالات القائمة حاليا لإقامة معسكر الزمالك بقرار من اسوريو في ضوء الظرف الحالي او الظروف الحالية طبيعي جدا انك تكون بتسأل وحضرتك كمان عن قصة اللعيبة بقى والعروض اللي بتجيلهم فأكيد بتسأل عن زيزو الكابتن حسين لبيب من شوية كمسؤول محتمل في الزمالك في المرحلة اللي جاية قال انه ابدا لن يكون بيع زيزو حلا للازمة المالية وبالعكس ده انا بدل ما بيع زيزو ادور على زيزو تاني وزيزو تالت يكونوا موجودين داخل نادي الزمالك وانه هو بيرفض رفضا تاما لفكرة رحيل احمد سيد زيزو موقف احمد سيد زيزو ايه الحالي ما زال اللعب يريد ولكن بعد استقالة المجلس اللي كان فيه اتجاه نسبي لان يتم الموافقة على رحيل اللعب ربما توقفت الامور ماذا بعد لننتظر اياما قليلة علشان ساعتها ممكن يبقى فيه القرار النهائي او الموقف النهائي في قصة احمد سيد زيزو وعلى فكرة فتوح اللي لسه في اجازة لم يعد حتى الان جالوا عرض في الفترة الماضية من نادي الحزم السعودي والعرض قمته انه يحصل على 3 مليون دولار في الموسم الواحد وده بتنسبة للظاهير الايصر الدولي لنادي الزمالك ولكن كان رد اللاعب اللي بيرتدي احيانا شارة القيادة في نادي الزمالك على مسؤولي الفتح اللي تواصلوا معاه وبشكل مباشر انه اتفق على ان يحصل على مستحقاته القديمة في نادي الزمالك وان يقوم بتجديد تعاقده مع النادي الابيض فرفض بالاساس فكرة وصول عرض لسمي الى الزمالك من نادي الحزم اللي كان بدأ مشواره في الدوري بخسارة من الاهل السعودي بثلاثية ثم خسارة في الجولة الثانية من الاتفاق بثنائية ويلتقي مع الفيحاء في الجولة السارسة يوم الجمعة المقبلة بإذن الله وعندهم مشكلة في مركز الزهير الايصر حتى المباراة الاولى بلعيب والمباراة التانية بلعيب تاني ولكن اللعيب الثالث فتوح مش مرايح الى الحزم السعودي طيب خلينا ننتقل الى ملف اخر بعيدا عن نادي الزمالك اللي بتمناله بإذن الله التوفيق في المرحلة المقبلة الى النادي الاهلي الاهلي طبعا بيستعد رغم منه في اجازة للعودة للمرحلة المقبلة وعلى يساري الشعار الجديد للنادي الاهلي اشتركوا في القناة